وعليكم السلام دكتور مازن يعطيك العافية وتقبل الله وطاعتكم منه ومنكم إن شاء الله الله يبارك فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية دكتور مازن تقبل الله منه ومنكم وتخيل حضرتك جاهز والدكتور رائد أكيد ونتمنى لكم التوفيق في محاضرتكم اليوم إن شاء الله الأخوة الزملاء سيداتي أنساتي سادتي زملائنا في الوطن العربي الكبير وفي الأردن وفي جميع البلاد العربية أسعد الله مساءكم بأجمل تحية ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية بعيدا عن كوفيد 19 وجود لا يعني انتهاء العملية التعليمية العملية التعليمية إن شاء الله مستمرة والكونتينوست ميديكال إدوكيشن نسعدنا اليوم في مستشفى الأمير حمز التعليمي في عمان الأردن وقسم العيون في هذا المستشفى بالتشرف بانضمام الدكتور مازن سنجاب الأستاذ الدكتور وبروفيسور في طب وجراحة العيون جامعة دمشق بانضمامه لنا اليوم في هذا المساء للحديث عن أستاذ في طب وجراحة العيون أستاذ في الجراحة الإنكسارية وجراحة الساد وهو الآن يعمل في مركز ميديكير في دبي في الإمارات دكتور بن أمبروزيو أناليسيس الدكتور مازن سنجاب أهلا وسهلا نقول أخيرا سلام من صبا برد أرقه ودمعه لا يكفكف يا دمشق تفضل معك المايك يا دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بداية أود أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر لدعوتي ولي الشرف أن أكون بينكم وأتشرف أيضا بكل من يحضر هذا المؤتمر من الوطن العربي وأود أن أشكر القائمين في مستشفى الأمير حمزة وأخص بالذكر الدكتور الرائد ودكتور إبراهيم وأيضا كل من قام على هذا الموضوع بأستماح لي بأن أتكلم باللغة العربية بالمناسبة هذه أول محاضرة ألقيها باللغة العربية منذ أكثر من ثماني سنوات بعد أن كنت أقدم كل محاضراتي باللغة العربية خلال فترة تدريسة في جامعة دمشق لذلك أرجو أن تسعفني لغتي العربية في هذه المحاضرة بعد طول انقطاع وجزاكم الله خيرا دكتور مازم بعد إذنك نتوجه بالشكر الجزيل لأول سبونسر شركة نوفارتس صحيح شكرا جزيلا لأستاذ لؤي والأستاذ الدكتور توفيق أبو مريم كل الشكر لشركة نوفارتس أور سبونسر والشركة الاستراتيجية لأطباء العيون في الأردن إن شاء الله سبقتني سبقتني دكتور رائد كنت فعلا أنا سأشكر هذه الشركة لإتاحة هذه الفرصة ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتهم إن شاء الله إذن سنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم أني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أفتح يعني افتح سهلا بصالة البيلن الطيب شير 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 ويندوز أو ويندو أو ديسكتوب تمام أظن المحاضرة الآن سلايدات تمام مئة بالمئة تفتتور مئة بالمئة واضح تمام توكلنا على الله إذن الخطة الآن هي أنني سألقي المحاضرة إن شاء الله باللغة العربية ولكن مع ذكر المصطلحات باللغة الإنجليزية كما هي ويمكن أن يتخلل المحاضرة أخذ بعض الأسئلة إضافة إلى أنني سأطرح بعض الأسئلة وبالتالي سيكون هناك مشاركات وللمشاركين كل الحرية في اختيار اللغة التي تناسبهم سواء كان باللغة الإنجليزية أم باللغة العربية نحن نعلم بأن هناك ثلاثة أشياء علينا أن نركز عليها في القرنية وهي الباور حيث كما نرى في هذه الصورة هناك فارق ما بين عندما يكون الهي باور على الجهة اليمنى ولو باور على الجهة اليسرى أيضا هناك ما يسمى بـ elevations and depressions وهناك الصفة الثالثة وهو general shape of the cornea فقد يكون general shape في الكورنيا كما نرى هو oblate مفلطح وقد يكون prolate متطاول وذلك بصرف النظر عن التفاصيل الدقيقة التي على سطح القرنية فنحن هنا في الشكل العام لا نتحدث عن elevations and depressions ولا نتحدث عن الـ power وإنما نتحدث عن الشكل العام للقرنية طبعا لماذا أذكر أنا الشكل العام للقرنية؟ لأننا سنحتاجه في بعض مراحل الشرح لـ elevations and depressions ولنبدأ الآن بالتحدث عن الـ elevations and depressions كما هو معلوم بأن سطح الكرة الأرضية هناك منسوب أو ما يسمى reference surface يمكن أن تنسب إليه الارتفاعات والانخفاضات elevations and depressions, mountains and valleys وهو سطح البحر sea level وهناك سبحان الله تشابه ما بين الكرة الأرضية التي نعيش عليها والقرنية من حيث ربما التناسب بقطر القرنية فقطر الكرة الأرضية هو 12 ألف كيلوميترز بينما قطر القرنية هو وسطيا 12 ألف مايكرونز لكن الفارق هو أنه لا يوجد منسوب يمكن أن ننسب إليه الـ elevations and depressions بالنسبة للقرنية بالنسبة للشكل العام للقرنية نعود إلى هذه النقطة الشكل العام للقرنية هو كونويد هو مزيج ما بين الإليبسويد والأسفريك دوم لأننا لو نظرنا إلى القرنية من الوجه الأمامي لها front view فسنجد بأن قاعدة القرنية التي تستند على الـ هي إليبسويد وليست دائرية وذلك لأن قطر القرنية العامودي هو أقصر من القطر الأفقي كما هو معلوم وبالتالي فإن قاعدة القرنية ليست دائرة وإنما هي إليبسويد إهليلج ولو نظرنا إلى القرنية من الوجه الجانبي لها فإننا سنرى بأنها أسفريك دوم هل هناك أي إشكال؟ الأمور على ما يرام؟ ألو تفضل دكتور مازن تفضل الأمور تمام إن شاء الله نرجو من الجميع إن شاء الله أنه أي حدا جوينينا لتنميوته ويقف الكاميرا عشان يكون الستريمينج أسرع والبث يكون أوضح شكراً شكراً تفضل دكتور مازن شكراً فلو نظرنا إلى القرنية من الوجه الجانبي فسنرى بأنها هي ليست جزء من كرة وإنما هي عبارة عن أسفريك دوم فمزيج هذين الأمرين يشكل لنا ما يسمى بالكونويد ما هو مبدأ الإليفايشن مابس؟ كما قلنا لا يوجد ريفرانس سيرفس في القرنية وبذلك فإن الكمبيوتر كمبيوتر التصوير يفترض وجود ريفرانس سيرفس ويقوم بوضع هذا الريفرانس سيرفس في موضع ما بالنسبة للسطح المصور السيرفس of the cornea البناء على ذلك فكل ما هو فوق الريفرانس سيرفس يعتبر ارتفاع إذن هو يعد ارتفاعاً ويأخذ قيماً موجبة ويظهر بألوان أكثر حمراء ريد وكل ما هو تحت الرفرانس سيرفس فسيعدها الجهاز وكأنها انخفاضات أو ويعطيها قيماً سالبة ويعطيها ألواناً أكثر برودة بلو وفي المناطق التي يحدث فيها تقاطع ما بين الرفرانس سيرفس والكابتشورد سيرفس ستأخذ قيمة زيرو وكل ما زادت الارتفاعات أكثر كل ما زاد اللون باتجاه الأحمر وزادت القيم الموجبة علماً بأن القيم إجمالاً هي بالمايكرونز فيعطينا هذه مثالاً لهذه الخارطة فهذا هو من الأطفال الآن كي نفهم أنه لا توجد علاقة مباشرة ما بين قوة القرانية والأطفال 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 لذلك لا يوجد نحن بين القرانية والأطفال 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 لنأخذ قرانية فيها مع رؤل أستيغمتزم كما في هذه الحالة فهذه القرانية أو هذا الوجه لنفرض سيكون هناك أو قطرين رئيسيين القطر الأول وهو الفلات والقطر الثاني هو الستيب وبالرغم من أن الستيب هو أكثر قوة من الفلات لكنه يظهر بقيم سالبة كما ترون على الخارطة في المنطقة الزرقاء التي تشبه الساعة الرملية القيم كلها سالبة لماذا؟ لأنه هو ستيب فهو يقع تحت الرفرنس سيرفس وبالتالي يأخذ قيما سالبة لأنه هو تحت بينما الفلات رغم أنه هو أقل قوة إلا أنه يظهر بقيم موجبة وبألوان أكثر حمراء. لماذا؟ لأنه فوق الرفرنس سيرفس كما نرى في هذه الصورة ومنطقة التقاطع الانترسكت تأخذ zero value هناك العديد من العوامل التي تؤثر في شكل الاليفيشن ماب وهي هذه العوامل المتعلقة بالرفرنس سيرفس وهذا هو بيت القصيد في طريقة قراءة الاليفيشن ماب إذا فهمنا هذه النقاط الأربعة فنستطيع أن نقرأ أي صورة أو أي اليفيشن ماب وبكل سهولة ونستطيع أن نميز ما بين الحالات الطبيعية وغير الطبيعية هذه العوامل الأربعة ها هي أولاً position steepness أنا أتكلم طبعاً عن الرفرنس سيرفس لا أتكلم عن الكورنيل سيرفس هناك position of the reference surface هناك how steep or how flat is the reference surface diameter of the reference surface and shape of the reference surface لنبدأ بالposition سأعطيكم بعض الأمثلة لنفرض أن هذا هو سطح القرانية الذي قمنا بتصويره corneal surface لنفترض أن الجهاز اختار هذا الرفرنس سيرفس كي ينسب إليه elevations and depressions فستظهر القيم بالشكل التالي كل ما هو فوق يظهر بلون أحمر أو مائل إلى الحمرى مع قيم موجبة وكل ما هو تحت يظهر بلون أزرق أو مائل إلى الزرقة وبقيم سالبة لآن ماذا لو تغير مكان position of the reference surface كما في هذه الحالة كما ترون سطح القرانية لم يتغير شكله إذن reference surface has the same shape لكن الذي اختلف هو مكان reference surface فتغيرت باقي القيم ولو أخذ reference surface هذا المكان position لظهرت وكأن كل القيم هي سالبة إذن position of the reference surface is very important عادة الstandard المتعارف عليه هو أن يكون موقع reference surface هو موقع وسطي بحيث تقريباً تتساوى all elevations and all depressions على طول reference surface وهذا ما يسمى بfloat mode هذا هو الstandard العالم الآن نأتي إلى the steepness of the reference surface لو كان reference surface very flat كما في هذه الحالة لظهرت كل القرانية بقيم عالية عالية جداً موجبة جداً ولو كان very steep لظهرت القرانية بقيم سالبة جداً كما ترون في هذا الشكل رغم أن the corneal surface is just the same shape diameter هذا مثال عن تغيير diameter هذا عندما يكون best fit sphere هو المتخذ هذه نفس الصورة لنفس القرانية هو posterior elevation map لل posterior kernel surface على الجهة اليمنى تم اختيار قطر 5 mm وعلى الجهة اليسرى قطر 10 mm إذن 10 mm قطر لل reference surface نحن نتكلم عن reference surface diameter فهو large بينما الجهة اليسرى 5 mm which is very small فكما ترون لأنه elevation map تغيرت مع تغير diameter of the reference surface إضافة لذلك قد يخطر ببال أحد ما لماذا ظهرت على الجهة اليمنى لو نظرنا إلى الجهة اليمنى لماذا هناك قيم على مساحة elevation map بالرغم من أن reference surface هو صغير أي بمعنى أن هناك مناطق من corneal surface لم يتم تقييمها بال reference surface ومع ذلك ظهرت قيمها التفسير لهذا الأمر هو أن reference surface عندما يكون صغيرا جدا فإن الكمبيوتر سوف يفترض قيم من عنده سنسميها extrapolated data وهي طبعا معلومات خاطئة لكن الجهاز لا يستطيع أن يظهر هذه المعلومات بدون أو هذا المكان فارغا فلابد أن يضع فيه قيم يفترضها بناء على القيم المجاورة ولذلك علينا الانتباه أيضا في انتقاء الدياميتر علما بأن الدياميتر الستاندرد العالمي هو 8 مليمتر رابعا shape of the reference surface هناك ثلاثة أشكال للreference surface هناك السفير والأليبسويد والتوريك الليبسويد لكن يعتبر السفير والتوريك الليبسويد الأكثر استخداما في هذا النطاق الأليبسويد لا يتم استخدامه وبالتالي لو رأينا مثلا هذا السلايد فسنرى بأن هناك بستفت تيروك الليبسويد على الجهة اليمنى وبستفت سفير على الجهة اليسرى وهذا لنفس سطح القرانية الذي تم قياسه يعني 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 تيروك للتوريك 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 طبعا الذي يصر على أن البستفت سفير هو الأفضل هما مايكل بيلن وريناتو أمبروسيو أما الذي يصر على أن البستفت تيروك الليبسويد هو الأفضل هو جاك هوليدي وكل الفريقين له حجته فبالنسبة للبستفت سفير فريق البستفت سفير يقول على اعتبار بأن القرانية هي توريك الليبسويد شكلها هو كونويد وهو الأقرب للتوريك الليبسويد فإذا كي نظهر القرانية بشكل واضح علينا أن نضعها ضمن أشكال لا تشابه هذه القرانية إذن هو استخدام البستفت سفير لأن القرانية هي ليست سفير والتالي عندما ننسبها إلى سفير فستظهر العيوب أو المشاكل التي في القرانية بشكل واضح جدا بينما البستفت توريك الليبسويد جاك هوليدي يقول طالما أن القرانية هي أقرب ما تكون لتوريك الليبسويد فعلينا أن ننسبها إلى توريك الليبسويد وذلك من أجل أن تكون المقاربة واقعية أكثر بدلا من أن نقوم بتضخيم العيوب الموجودة عندما نستخدم للسفير فعلينا أن تكون المقاربة منطقية أكثر وبالتالي نستخدم البستفت توريك الليبسويد واتفق الفريقان على أن تكون هناك نفس المعايير للستاندرد من أجل توحيد طريقة قراءة الصور على المستوى الدولي وبالتالي سواء نحن استخدمنا سفير أم توريك الليبسويد ففي كل الحالات علينا أن نضع باي ديفولت فلوت اوبتمايز شفت ومانيوال ديوميتر سواء كان سفير أم توريك الليبسويد نأتي إذا إلى البستفت سفير 8 مليمتر القرنية قد تأخذ أحد شكلين الشكل الأول وهو الشكل الذي يشبه الساعة الرملية على الجهة اليسرى اليمنى يشبه الساعة الرملية عندما يكون هناك أستيغمتزم مهم عادة عندما يكون هناك أكثر من وان ديوبتر أو أستيغمتزم تظهر يظهر هذا السرفس بشكل ساعة رملية أما عندما يكون الأستيغمتزم كورنيا الأستيغمتزم قليل أقل من وان ديوبتر فعند إذن القرنية قد تأخذ شكل الإيزوليتد آيلند إذن الإيزوليتد آيلند هي لم تعود ريسك فاكتر كما ربما أنا قلت في فيديوهاتي قديمة جدا من أربع أو خمس سنوات الإيزوليتد آيلند أو تونج لايك إكستنشن بأنه أحد عوامل الخطورة هي لم تعد عوامل خطورة وإنما هي تدل على هل هناك أستيغمتزم عالي أم لا يوجد أستيغمتزم طبعا أحيانا نجد إيزوليتد آيلند في حالات الكراتوكونس الآن السؤال للحضور كما ترون هذا الشكل هل هذا المريض لديه مع أستيغمتزم أم لديه مع أستيغمتزم إنه مع أستيغمتزم تماما هذه الكورنيل الباور على الجهة اليمنى السجد الكارفتشر ترينا البرتكال بوتاي طبعا والتي تدل على وذر والأستيغمتزم الآن ما هو الشكل هذا الشكل الذي نرى هو هوريزنتل بوتاي على السجد الكارفتشر ماب كيف نتوقع أن يكون شكل الأورغلاس بالنسبة للأليفايشن ماب سؤال كيف يعني ما هو الشكل المتوقع للساعة الرملية أو الأورغلاس ممكن يكون اللوع الأزرق على الساعة 180 هوريزنتل برضو نعم صحيح ولذلك علينا نغتر باللون بحد ذاته بمقدار ما نفهم ما هو الشكل الذي ننظر إليه الآن هذا عندما يكون الأستيغمتزم أوبليك أوبليك أستيغمتزم على الجهة اليمنى نرى الكارفتشر ماب وعلى الجهة اليسرى نرى الإليفايشن ماب بالنسبة للبستفتسفير هناك أشكال متنوعة ومختلفة قد تأخذ الشكل الأنجوليشن قد تأخذ شكل تونج لايك قد يكون هناك آيزوليتد آيلاند كل هذه الأشكال لم تعد يعني مهمة بالنسبة لنا لأنه طالما نحن نستخدم البستفتسفير 8 مليمترز فعلينا أن ننظر إلى شيء واحد فقط وهو القيمة الموافقة للثينيس لوكيشن هذه الدائرة المفرغة هذه الدائرة المفرغة في المدينة المفرغة يتحدث إلى المفرغة المفرغة وبالتالي ننظر إلى القيمة التي توافقها وبعد ذلك ننظر إلى هذا الجدول وهو جدول مقترح بناء على دراسة قام بها بيلن وأمبروسيو وهذه القيم هي 3 standard deviation ككتف values قيم حدية فعندما يكون الشخص لديه myopia أو spherical equivalent هو emetropic مثلا في حالة mixed astigmatism يعني for example لو كان عند المريض plus 2 sphere minus 4 cylinder فالs spherical equivalent is 0 أو إذا كان spherical equivalent is in the myopic direction فإذن أعلى قيمة مقبولة بالنسبة للأنتيريور هو plus 8 وأعلى قيمة مقبولة بالنسبة للposterior هو plus 18 ويجب أن نركز على الإشارة plus فلو كان minus 20 ولا minus 30 it's nothing أما إذا كان spherical equivalent is in the hyperopic direction فإذن plus 7 للأنتيريور وplus 28 بالنسبة للposterior أعلى من هذه القيم يعتبر أو يعد غير طبيعي أما بالنسبة لأنصار best fit toric ellipsoid 8 مليمتر جاك هوليدي يقول ننظر إلى الدائرة المركزية 5 مليمتر 5 مليمتر zone ننظر إلى أي قيمة موجودة ضمن 5 مليمتر فإذا كان الوجه المدروس هو anterior corneal surface فيجب أن لا تتجاوز القيمة plus 12 microns أما إذا كان الوجه المدروس posterior corneal surface فيجب أن لا تتجاوز القيمة plus 15 أعلى من هذه القيم يعتبر غير طبيعي ضمن 5 مليمتر المركزية الآن سؤال نأخذ ثلاث إجابات هل أو يعني ثلاث مشاركين أقصد هل هذا الشكل طبيعي أم غير طبيعي طبيعي لماذا طبيعي أستيغمتزم أوكي حتى لو كان أستيغمتزم هناك حالات أستيغمتزم عالية في الكيراتوكونس وممكن يكون غير طبيعي الأرقام سكود ساندي ووتش سوري ما هو شو الجوال الأرقام بالنسبة باست فت سفير نعم إذا نطلع على ثاني هي بلاس فور وهذا فرونت ماب نعم هذا نعم وإذا نعتبرها بس في التوريك الليبسويد في 5 مليمتر سركل لا بس هذه لا نعم سفير خلاص سفير بابس نفترض أنه هذا الشيء هو للتوريك الليبسويد لأنه سنأتي على التوريك الليبسويد إذن أنا أوافق رأي إذن هي طبيعية بسبب أنه بلاس فور كوريسوندي وكما نرى بأنه هي سفير طيب الآن هذا الشكل طبيعي أم غير طبيعي غير طبيعي غير طبيعي الرقم أكثر من 36 آآ الرقم 36 نعم plus 36 أوكي طيب وإذا قلت لكم خطأ هذا الشكل قد يكون طبيعي لازم حكيم نحسب الـ إذن هذه النقطة الأولى علينا أن ننظر إلى الـ حسن طبعا هذه هي نقطة مهمة جدا لكن هنا لأكثر للمقارنة أعتقد شي مشكلة كمان هون بالماني والحطوط 11.8 أحسنت أحسنت هذا هو بيت القصيد علينا أن نتأكد بأن الدياميتر هو 8 مليم وليس غير ذلك الآن كما نرى كيف سيتغير الشكل عندما نحول إلى 8 مليم تمام هذا هو نفس الشكل الآن لا آسف هذا كوز آخر الآن هذا الشكل هو طبيعي أم غير طبيعي 8 مليم 18 أكثر من الطبيعي دكتور ماذا أنه normal لأن تنس location على anterior elevation map هي plus 18 سواء كان مايوب أو هايبرمتروب 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 يجب أن ننظر إلى المطبيعي الآن 18 هو غير حقيقي نظراً لأنه يجب أن ننظر إلى الثانيس وليس إلى الرقم القريب ننظر إلى الرقم القريب إذا تعذر الفصول إلى الثانيس كما نرى بأنه هي plus 14 حتى الثانيس فإذن الرسالة هنا علينا أن ننظر إلى الثانيس ولا ننظر إلى هذا الرقم اللي كان plus 31 لأنه في كثير من النماذج قد ترون plus 25 plus 30 ومع ذلك الرقم الموافق لثانيس يكون ضمن الطبيعة قد يكون plus 5 plus 3 فإذن لا ننخدع بالشكل وإنما ننظر إلى الرقم طيب هذا كوز آخر هذا الإليفاشن طبيعي أم غير طبيعي القيمة هنا هي plus 1 على 5 ملي ديامتر 5 ما نرى 5 ملي تمام إذن 5 ملي أوكي الآن هذا هذا آخر كوز آخر هي 14 موافقة للثانيس لوكيشن طريق وهو فرونت نعم هو طريق كيف ندرس الطريق 12 12 أم 15 أم بأي مكان في 5 ملي 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 بأي ملي معناها طالما نحن ندرس historic ellipsoid إذن ندرس هذا المكان طيب هل هي طبيعية أو غير طبيعية أب نورمال أب نورمال من يقول أنه نورمال صحيح السايد 8 مانيول صح لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد أحسن أحسن تماما يجب أن يكون optimised عليك حتى نقول حتى نستطيع أن ندرس الصورة بشكل جيد هذه نفس الصورة بعد تحويل إلى optimised لاحظوا كيف كانت أصبحت الأرقام كلها طبيعية حسن لماذا نحن optimised optimised shift دعم لماذا تحولت إلى optimised shift آه هذا يجب أن يكون طريقة دراسة يعني الستاندرد العالمي الآن بأنه إذا ellipsoid أو سفير لازم float optimised 8 مليمتر تمام طيب الآن هذه الصورة طبيعية أم غير طبيعية طريقة طريقة optimised 8 لا تحول أوكي إذن هو خمسة مليمتر فهو طبيعي أم غير طبيعي هذه الأفقام الفلوت المفروض نغيرها أحسنت تمام تمام وضعنا الآن float وأصبحت طبيعية أوكي ممتاز إذن علينا أن نركز على المعايير قبل أن نقرأ الصورة إذن الرسالة الأولى أو القسم الأول من المحاضرة أولا علينا قبل دراسة الصورة أن نعرف ما هو الـ الموجود لدى المريض حتى نستطيع أن ننتقي ما هي الأرقام الحدية ضمن الجدول الذي قمت بعرضه آنفاً ثانيا علينا أن نركز على أن يكون 8 mm diameter float optimized shift ولا تنظر إلى شكل الماب لا تنظر إلى شكل الماب فقط تنظر إلى المقارات تقرأ إلى المقارات تقرأ إلى المقارات لا تنظر إلى المقارات فإذا كان ندرس باستخدام البستفت سفير ننظر إلى الجدول وإذا كنا ندرس باستخدام البستفت تريك الليبسويد ننظر إلى الزون 5 mm وإذا كان أنتيرير سرفس أي رقم يجب أن لا يتجاوز بلاس 12 وإذا كنا ندرس باستيرير سرفس أي رقم يجب أن لا يتجاوز بلاس 15 هل هناك أي أسئلة حتى فيما يتعلق بالقسم الأول قبل أن ننتقل إلى بلين أمبروسيو ديس بليي؟ بس عفوان دكتور مازن حضرتك قلت التوريك الليبسويد يجب أن يكون لديك 5 mm في ديامتر لازم أن يكون عالاوبشنز من فوق 8 mm بس أنا بختار الثنس داخل الخمسة مليمتر وبخلي الأوبشنز من فوق 8 mm مليمتر؟ تمام الـ 8 mm هو عبارة عن قطر الرفرنس سرفس حسنا؟ هذا هو ديامتر الرفرنس سرفس حسنا؟ حسنا؟ الآن الـ 5 mm هو على الماب الزون الزون على الماب ننظر إلى أي رقم ضمن الزون وليس إلى الثنس لوكيشن الثنس لوكيشن لما ندرس السفير وليس التوريك الليبسويد صح؟ تمام إذن عندما نستخدم الـ Option Best Fit Sphere مع الأمور الأخرى Float Optimized 8 mm عند إذن ننظر إلى القيمة الموافقة للثنس لوكيشن أما عندما نختار توريك الليبسويد مع Float Optimized 8 mm فعند إذن ننظر إلى أي قيمة ضمن الـ 5 mm زون على الماب أوكي؟ أوكي، أوكي دكتور، شكرا كتير دكتور مازن، ممكن ترجع للجدول اللي عرضته قبل شوي اللي هو اللي فيه النمبر تبعون الـ Best Fit Sphere والـ Best Fit البتويد هذا الجدول هو فيما يتعلق بالـ Best Fit Sphere تمام؟ ننظر إلى الثنس لوكيشن الرقم الموافق بالثنس لوكيشن بلس 8، بلس 8، بلس 18، بلس 7، بلس 28 حسنا؟ حسنا؟ والجدول اللي اللي بعده، اللي بست ترك البتويد حسنا؟ حسنا؟ حسنا، شكرا شكرا دكتور مازن بعد إذنك نعم نعم ن تتعريف شفتي نقل مرة عن برغم من الأنسة بناءً على برغم من الأنسة ما الذي يحدث؟ تمام، بناءً على تقريباً معاوضة الدستورشمن اللي يحصل في الماب نتيجة أنجل كابا لأنه عندما تكون إنجل كبة كبيرة يعني الصورة تظهر distorted ولكن رغم ذلك حتى لو اخترنا ففي حالات إنجل كبة الكبيرة تبقى distorted ولكن هذا الأمر لنعده بأنه إعادة re-centration تمام أشكرك دكتور إذن هل هناك أي أسئلة أخرى دكتور مازن نعم دكتور كمان بالترك إليبسويد في كمان الـ difference بين الـ values at the same place بين الـ front والباكسر فسيكونوا أقل من 5 نعم لم تعد تستخدم هذه أبدا فقط هذه المعلومات تماما يعني هذا الشيء المثبت علميا حتى هذه اللحظة كل ما قيل سابقا في فيديوهاتي وكتبية القديمة كانت بناء على معلومات في وقتها ثم ظهر عكس هذا الأمر أو ظهرت بأنها ليست ذات قيمة أعطيكم مثالا على ذلك مثلا كنا نقول بأنه إذا كان هناك vertical displacement انزياح سفلي أكثر من 500 مايكرونز فيعتبر من العوامل الخطورة المتوسطة وإذا كان أكثر من 1000 مايكرونز فهو من العوامل الخطورة العالية أيضا هذا الأمر لم يعد يستخدم حسنا حكيم شكرا إن شاء الله يوم الأحد القادم هناك لقاء علمي سأشارك به إن شاء الله جامعة الأزهر في مصر سأتحدث عن الأشياء التي نقوم بها قبل الجراحة الانكسارية الـ refractive surgery سواء كانت cornea based أو lens based من ناحية how to read corneal topography how to read wave front the effect of angle kappa mesopic pupil diameter كل هذه الأمور فسأتحدث إن شاء الله على نظام جديد اللي اسمه PS3 أو subjective scoring system والذي يعتمد على مجموعة من النقاط التي جمعتها من خلال evidence based studies published studies وبالتالي إن شاء الله سأدعوكم لحضور هذه المحاضرة إن شاء الله حكيم بعد إذنك will you publish new editions for your books with these new updates نعم حقيقة الكتاب اللي هو النسخة الثالثة third edition من كتاب corneal topography in clinical practice يحوي كل هذه المعلومات وهو 2018 والآن إن شاء الله بإذن الله أنا الآن في صدد الطبعة الرابعة منه وبالتالي إن شاء الله خلال أشهر بعد انتهاء أزمة الكورونا بإذن الله سوف يتم طباعة الطبعة الرابعة لكن لو أردتم أنا ممكن أرسلكم pdf للكتاب بحيث الكتاب الطبعة الثالثة إن شاء الله إن شاء الله لديت طيب الآن نأتي إلى bilan ambrosio display BAD ما هو مبدأ bilan ambrosio display في بعض الحالات نتيجة أن الجسم أو reference surface كما نرى في هذه الصورة reference surface هو المنقط باللون الأزرق والcorneal surface هو الخط الأسود المتصل فعادة الكمبيوتر يختار reference surface ويضعه في موضع position بحيث تتعادل فيه elevations and depressions وبالتالي إذا كان هناك تغيرات طفيفة في الكورنيal surface يمكن أن يعني لا ينتبه إليها ولذلك المبدأ في هذا الأمر هو software المسمى BAD يأمر الكمبيوتر بأن يتجاهل 4 مليمتر للمنطقة المرتفعة هنا يتجاهلها نهائيا ويعتبرها وكأنها غير موجودة أوكي وبالتالي يزيلها الكمبيوتر من الحسبان وبالتالي يقوم الكمبيوتر بتغيير الـ reference surface ليصبح متناسبا مع السطح فيما لو كانت هذه المنطقة غير موجودة فيقوم فيقوم باختيار reference surface جديد وهو المنقط باللون الأحمر كما نرى هنا لماذا؟ لأن corneal surface أصبح بدون تلك الحدبة الآن يقوم الكمبيوتر باستخدام نفس reference surface الجديد المنقط بالأحمر لكن على السطح الحقيقي الذي يحتوي هذه الحدبة وبالتالي تظهر هذه المنطقة بشكل أكبر فالمبدأ إذن هو magnification لـ elevations لو كان هناك elevation فهو يقوم بتكبير هذه elevation يعني بمعنى آخر عملية احتيال على software computer كي يختار reference surface جديد وينسب إليه السطح الحقيقي للقرنية وبالتالي لإظهار these irregularities بشكل أدق ثم يقوم بعملية طرح ما بين before and after وينظر إلى كمية التغير أو difference التي حدثت ما بين قبل وبعد ثم يظهر الخارطة كما سنرى في السلايد الذي يليه إذن هذا before والنفرض plus 13 ثم after استخدام reference surface جديد أصبح plus 21 رغم أنه نفس corneal surface والآن يظهر subtraction الذي هو subtraction الذي هو في الأسفل وهي الخارطة أو الماب التي هي الفارق ما بين before and after وبناء على color coding هذا وبناء على الأرقام التي طبعا درست من خلال دراسات إحصائية من قبل belen and ambrosio يتم إعطاء لون للماب السفلية لتظهر لنا هل هناك فارق مهم ما بين before and after أم لا وذلك بالنسبة لكل من anterior and posterior elevation فمثلا هذا مثال كما نرى على الجهة اليمنى هو elevation back في الأعلى قبل في الوسط بعد وفي الأسفل هو الفارق طالما أنه أعطى بقعة صفراء إذن هذه البقعة الصفراء تغيرت مما ضمن مجال محدد اللي هو من 12 إلى 16 ميكرونز وبالتالي هذا التغير يعتبر مشكوك فيه borderline or suspected بينما في elevation front لم يحدث تغير قبل وبعد لم يحدث تغير أحيانا يعطي لون أحمر وحوله أصفر مما يدل على أن التغيرات أكثر شدة ما بين قبل وبعد كما في هذه الحالة أيضا إذن المبدأ طبعا بصرف النظر هل هي القرنية مشكوك فيها هل القرنية هي قرنية مخروطية هل هي قرنية طبيعية هذا هو الذي يهدف إليه بعملية زيادة زيادة sensitivity إذن هي زيادة في sensitivity دراسة الـ elevation maps إذن كما نرى بأنه يركز على elevation maps إذن هو ينظر إلى elevation maps ولا ينظر إلى باقي الماب وبالتالي لا ينظر إلى curvature map لا ينظر إلى thickness map فهذه حالة مثلا هي keratoconus suspect ضمن التصنيف الجديد أيضا في الكتاب الطبعة الثالثة التي سأرسلها لكم إن شاء الله التصانيف التصانيف كما هو standard عالمي موجودة فهذا يسمى keratoconus suspect ليس المقصود keratoconus suspect أنه هي suspect of keratoconus وإنما هي عبارة عن مرض entity اسمه keratoconus suspect أو form frost keratoconus واجهان لعملة واحدة فهذه ولنفرض أنها هي keratoconus suspect أو form frost keratoconus والتي تتصف بأن الكارفتشر ماب فيها مشكلة بينما الاليفيشن ماب ليست فيها مشكلة ومع ذلك البيلين أمبروسيو ينظر إلى فقط الديس بلي ينظر إلى فقط الاليفيشن ماب لا ينظر إلى الكارفتشر ماب وبالتالي لو يوجد أي مشكلة في الكارفتشر ماب أو أي مشكلة في ثكنس ماب لا ينظر إليها تمام هذه هي البي اي دي بالنسبة لنفس الحالة التي تكلمنا فيها الحالة نفسها التي تكلمنا فيها الآن مساوئ هذه الطريقة كما ذكرنا يوجد false negatives أحيانا لا يظهر إذا كان هناك مشكلة خاصة في الكارفتشر ماب أحيانا توجد مشكلة حقيقية على البي ولا يستطيع البي اي دي أن يكتشفها مثال هذه الحالة كما نرى بأنه هي البي إذا نظرنا بالمناسبة هل الماوس يظهر لديكم أيضا تحريك الماوس نعم نعم إذن البي هو بسفت سفير 8 مليمتر والثنى استوكيشن الرقم القريب منها هو 37 plus 37 فهو واضح بأنه حالة غير طبيعية ومع ذلك هذا البي بالنسبة للوجه الخلفي فإذن هناك حالات false negatives هناك حالات أيضا false positives يعطيك لون أصفر أو بقعة حمراء ومع ذلك لا يوجد شيء طبعا للأسف لم أتمكن من استحضار الصور التي توافق هذه البنود الأربعة لل false positives ولكن عندما تكون large angle kappa يعطينا false positives إذا كان المريض لا ينظر بشكل جيد أثناء التصوير قد يعطينا false positives إذا كان هناك scar يعطينا false positives وأحيانا إذا corneal pathologies من dystrophies من degenerations إلى آخر أيضا يعطينا false positives فنضع هذه الأمور في عين الاعتبار إذن أنا لا أعتمد أبدا على الـ BAD إلا في حالة واحدة فقط السؤال لكم متى أعتمد على الـ BAD If we already have an abnormal cornea يعني إحنا we already know it's an abnormal cornea keratoconus or something على الفرق مثلا مريض أصنى الكورنية عنده a diseased cornea we know there is something abnormal so we may use this thing to help us more لا لأنه يعني لا يفيد في متابعة الحالي in refractive surgeries maybe لأنه false positives false negatives فلا يمكن الاعتماد عليه I think the bad displays and the bad displays separates normal from abnormal only نعم لكن في حالات false positives وحالات false negatives فلا يمكن أن نعتمد عليه بالمناسبة sensitivity والspecificity حسب قول أمبروسيو ومحاضراته هي لا تجاوز 80% فإذن هناك false positives or false negatives ممكن إذا كان في عندنا على الماب الثانية something that's suspicious وإحنا مش متأكدين منه والelevation map looked normal وبعدين طلعنا البلن أمبروسيو ولاقينا فيه abnormality فthis is يعني هذا بأكد أنه إحنا we have abnormal cornea يعني التأكيد على وجود abnormal cornea في حال كنا إحنا suspicious وارد ممكن نعم لزيادة التأكيد لكن حقيقة ممكن في الفورم ممكن في الفورم في الفورم أخيم تسكلم تسكلم so it is more time it is faster than in time sorry نعم after treatment of corneal التازيا ممكن ممكن if we wanted to do a refractive surgery for a patient post-laser correction that's it هو من أجل أن نكشف إذا كان القرنية قد أجري لها refractive surgery أم لا سأعطيكم هذه الأمثلة إذن هو detecting previous corneal refractive surgery post-myopic كما نرى هذه صورة post-myopic كما ترون يوجد ablation in the center of the cornea صح نعم أيضا يوجد على elevation map نرى anterior elevation map هذا الشكل يدل على أن الablation كان in the center of the cornea وهذه relative pacometry map بالمناسبة لها دور فعال جدا في اكتشاف الحالات التي أجري لها refractive surgery سابقا لعله إن شاء الله حضرت يوم الأحد سأتكلم عنها إن شاء الله فهذا هذا الشكل الذي يدعى disky form هذا الشكل يدل على previous myopic application ولو أتينا إلى بيلين أمبروزيو سنجد الشكل المعكوس نجد الأحمر في المحيط الحلقة الحمراء في المحيط بينما المركز لماذا الحلقة الحمراء في المحيط لأنه هذا يعني يتناسب ما يسمى مع contour effect لأن الابlation كان مركزي في المركز هناك transitional zone ما بين center and periphery فهذه المنطقة الانتقالية تظهر وكأنها منطقة غير طبيعية على BAD فلو رأينا هذا الشكل المعكوس على elevation front BAD front كما نرى هنا هذه front فلو شاهدنا هذا الشكل إذن هذا المريض أجري له سابقا myopic treatment الآن هذا الشكل هو post hyperopic العكس تماما يوجد ablation مخصصي okay zone referral zone وهذا واضح تماما على elevation map anterior elevation map بالمناسبة laser treatment سواء كانت PRK أو LASIK فالتغيرات تظهر على anterior surface أكثر من posterior surface وهذه الريلاتيب باكيمتري map شكل الدونت هذا الشكل يميز الpost hyperopic treatment ولو أتينا إلى BAD وسنجد هذا الشكل كما نرى على anterior لاحظوا كيف في myopic elevation back لم يتغير في BAD بينما anterior تغير سواء كان في myopic أو في hyperopic فعندما نرى هذا النموذج أنه توجد مشكلة في anterior ولا توجد في posterior فأيضا نشك بأن المريض قد أجري له hyperopic treatment سابقا إذن take home message 2 BAD is a good tool for detecting previous cordial refractive surgery ولا ننسى بأنه له false positives و false negatives والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة عليكم السلام ورحمة دكتور شكرا جزيلا الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لوقتك الثمين وإعطاءك هذه المحاضرة نفتح المجال نفتح المجال إذا فيه حدا من الشباب أو الزملاء الكرام عنده سؤال وباللغتين بالعربي أو بالإنجليزي you are free to talk والدكتور مازن رح نكون معك السلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يزاك الله خير دكتور مازن أنا معك دكتور بها الدين جبر وإحنا كتير نتشرف بوجود حضرتك معنا دايما وجميع محاضراتك عم بنتابعها أول بأول وألف شكر لأنك أعطيتها باللغة العربية الفصحة فعلا كانت المعلومة واضحة وبسيطة وغيرت مفهومي أنا الشخصي عن أن المحاضرة تعطى بالعربي يعني أنه ما رح نفهم شي بل على العكس أعتقد أنه أعطاها باللغة العربية أضاف للمعلومة ما أقلل منها وشكرا جزيلا لحضرتك شكرا الله يسلمك دكتور بها وشكرا لكلماتك اللطيفة وهيك عطيتني دفع أكتر أنا إن شاء الله مشان بإذن الله أنا يعني أنوي إن شاء الله باللغة العربية أولا وبعد ثلاثة أيام باللغة الإنجليزية وبذلك يعني أتوقع نحيي اللغة العربية كلغة لغة علمية إن شاء الله دكتور دكتور مازن السلام عليكم معك دكتور عمر خدرج الله يزيك الخير أنا بثني على كلام الدكتور بها أنه فعلا بلغة العربية البعلوم وصلت بطريقة غير صراحة يعني أنا متابع كل محاضراتك وحضرتك كذا مرة لكن مع ذلك يعني اتصححت بعض المفاهيم فجزاك الله كل خير وشرفت الأردن بارك الله فيك شكرا للدكتور رائد مستشفى الأمير حمزة نبارتس على استضافة المحاضرة بارك الله بكم دكتور مازن أنا دكتور سلمان حبش بحب أشكرك كثير على هذه المحاضرة أنا الحقيقة قبل حوالي شهرين أعطيت محاضرة عن الأساسيات في التصوير التوبغرافي للقرنية باللغة العربية طبعاً كانت أول مرة أعطي محاضرة من هذا النوع باللغة العربية كاملة ماشا الله حتى مع الترمينولوجي كلها بالعربي والحقيقة أني لاحظت أنه كل الأطب يومها طلعوا كتير مبسوطين كتير وحاكوا لأول مرة بنفهم بهالوضوح يعني موضوع التصوير التوبغرافي ماشا الله بحب أشكرك وبشد على إيديك إن شاء الله أنه بتستمر في يعني إعطاء اللغة العربية حقها الحقيقة إن شاء الله الله يزيكم الخير وبارك فيكم يعني أنا اللي اكتشفت أن اللغة العربية ما ماتت يعني بتنفع للغة علم لا زالت نعم نعم الله يزيكم الخير دكتور مازن ممكن نسأل سؤال لو سمحت تفضل بدنا شوية محاضرات عن موضوع البست براكتس لالامتحانات التقييمية للهيئة البريطانية للسيرتفكات الفليزر رفاكتب سيرجري نعم إنت حقرتك شرحك ممتاز بدنا شوية مصادر وإذا في محاضرات مثل هذا النوع لهذا الموضوع بتكون يعني قدمت لنا خدمة كبيرة إن شاء الله رب العالمين هو طبعا إذا تدخل على اليوتيوب على قناتي في سنجاب أكاديمي إذا تروح على البلايليست فحتلاقي يعني كل المحاضرات مصنفة ضمن مجموعات فحتلاقي مثلا ضمن مجموعة التوبوغرافي ضمن مجموعة ونفرض الكيراتوكونس وأيضا ستجد 5 منت بلس في مجموعة اسمها 5 منت بلس هاي المجموعة ما هي بالأصل أنا قمت بتكريسها لهذا الأمر يعني أنا الحمد لله مجرد أنه جدست امتحان وخضت هذه التجربة فتأنه هناك تشويش تشويش من عند البعض معامل ميوت طيب فبعد أن خضت هذه التجربة وجدت بأنه يعني لابد من أن أقوم بمجموعة محاضرات أوريينتيشن سميها أوريينتيشن للأطباء كثير من الأطباء الذين تقدموا للانتحان من فترة قريبة الحمد لله نجحوا يعني ورسلوني وقالوا لي بأنه الفضل لله سبحانه وتعالى طبعا ثم لل 5 منت بلس والمعلومات التي فيها طبعا 5 منت بلس هي اتباعا يعني إن شاء الله سيكون هناك محاضرات أخرى جديدة إن شاء الله جزاك الله كل أخير وإياكم دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك الحمد قوه أستقاف في العيون أهلا وسهلا في حالك في حمد الله حضرتك فهمت كذا من تكلم حضرتك إنه ممكن دراستي الفور مابس بس enough to take decision for refractive surgery هلا هو طبعا كل ما كان لديك tools أكثر كل ما كنت أقوى صح؟ يعني كل ما أنت لديك مسلحا بأسلحة أكثر كل ما كنت أقوى وتقف على أرضية صلبة فبالتالي الفور مابس هي للطبيب المسكين اللي قاعد في عيادته وبتجي الصورة وعاوز يقرأ الصورة وما عنده أي مصدر آخر يعني الجهاز ليس موجودا في المركز حتى يطلع على باقي الصور وباقي البروفايز لذلك أنا قمت خلال الـ 5-minute plus قمت بشرح طريقتين طريقة الأولى عندما لا تكون لديك سوى الفور مابس وطريقة ثانية عندما يكون لديك كل شيء تمام؟ فطبعا إذا كان لديك كل شيء فهو أفضل قبل أن أكون آخر وإياكم دكتور مازل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور مازل حبيتس هل حضرتك على يعني الأجهزة الثانية من غير البنتاكم اللي هي والسايروس والقليلي يعني هاي البرامتر إذا حضرتك ذكرتها البس فيتسفير اللي هي الفلوت الوبتوميز شيفت المانيوال 8 مليم هل هي موجودة كمان يعني في الأجهزة الثانية ولا بق فقط بالبنتاكم لا طبعا هذه المحاضرة هي كانت موجهة للبنتاكم لكن طبعا تقصير مني مفروض أن أمزج مع السايروس ولكن هو لضيق الوقت إن شاء الله رب العالمين أنا أجهز مجموعة محاضرات خاصة بسايروس وأيضا غاليلي مع بعض حتكون مع بعض ومع مقارنة مع البنتاكم فالموضوع يعني المشكلة هو في الإليفايشن مابس الإليفايشن مابس لا يمكن تطبيقها على السايروس ولا على الغاليلي لكل منهما يعني ميزات معينة لكن يمكن تطبيق باقي الأشياء سواء كان كارفتشر ماب ولا ثكنس ماب يعني في السهولة البنتاكم هو أسهل القراءة من السايروس والقاليلي قصدك هو هذا أستاذ لا مو لأنه هو يعني الأسهل لذلك أنا اخترت البنتاكم ولكن لأنه هو الأشياء إن شاء الله قريبا ستكون هناك المحاضرات يعني عن السايروس والقاليلي أيضا إن شاء الله شكرا 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 جزيلا شكرا عفو يعطيك العافية دكتور مازل الله يعافيكم معك دكتور جهاد دكتور بس بدي أسأل سؤال بالنسبة للفيديوهات اللي على صفحتها الفيديوهات تقريبا من 2015 هل هي تحتوي على البيانات المعدلة؟ يعني ما فيها إيش بيانات تتعدلها تجديد ولا هي هي نفس لا صار في تعديل لذلك أنا أنصح الجميع برؤية 5 منت بلس مجموعة 5 منت بلس لأنه فيها كل التعديلات الجديدة بالإضافة للفيديوهات القديمة ولا بس تطلع عليها مباشرة لا يكفي أنك تشوف 5 منت بلس طبعا لو تريد أن تتعمق أكثر في الخارطة نفسها يعني الماب نفسها والبايزيك والباكجروند والآخره فلابد من الفيديوه 1 وفيديوه 2 القديمة اللي هو في 2014-2015 لكن إذا كنت تريد معلومات حديثة وقراءة سريعة فعليك بالفايف منت بلس سيريس تمامي السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك الدكتور أيمن ودكتور ميزن شرفنا أهلا وسهلا واتنورنا إن شاء الله من الحد في مصر بإذن الله الله يبارك فيك شرف لي والله أحيانا بنت كامي البستيرور اللي فيشام ماب ممكن يطلع نورمل لو نورمل بس البلين أمبروزي مثلا في البستيرور طلع أن فيه في الميدل اللي هو يلوش أو بلاك هل ده ممكن لو هو مثلا اللي فيشام ماب نورمل إكسكلود البلين ونعمل مثلا ريفركتف سيرجري زي ليزي ولا هو خلق ولا إكسكلود دي ما ينفعش ريفركتف سيرجري أنا لا أستخدم البي اي دي إطلاقا في السكرينينج إلا إذا كنت أشك بوجود بريفيس ريفركتف سيرجري وبالتالي حتى لو طلع أحمر البي اي دي وباقي المعايير كلها التي أدرسها ضمن البي اس ثري البراكتف سبجيكتف سكورينج سيستم إذا طلع كل البراكتف سبجيكتف سكورينج سيستم طبيعي أوكي ف يعني أجري الريفركتف سيرجري حتى لو كان البي اي دي غير طبيعي شكرا 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 وحش كرا التالي سيرجري خلب عيد اشكرا نعم ان الآن الآن الآنagاليalaritz هنحنن نخص ، س勝ل الطريق القبل أقوى الزين ونحن نخص بالتقائي AAI. If the index is below 22, it is normal. If it is between 22 and 33, it is suspicious. If it is more than 33, it is abnormal. So whenever I use the Galilei, I apply everything except what I've said about the Pentacam regarding the elevation maps. I don't apply what I talked about regarding the elevation maps on the Galilei. I apply the AAI index on the posterior corneal surface. This is the difference between Galilei and Pentacam. Otherwise, the same patterns on the curvature map, the same patterns, the same evaluation of the thickness map, and the other parameters. Is that clear? Yeah, I use the Sirius by CSO, Italian. It's like and I calculate it manually. Okay, just a second to put the charger. The computer is about to switch off. Okay, great. So you use the Sirius. Great. Now for the Sirius, you apply for the curvature map the same. The difference between the, let's say, Placido-based, both Galilei and Sirius, because they use the Placido as well. Correct? Yeah. 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 Now, since they have the Placido, so for the Km, the mean K, the abnormal is above 47.2. While in the Pentacam, the cutoff value for the Km, because it doesn't have the Placido, according to Holliday report, the Km should be below 48. Okay? So this is the first difference. The other difference in the Sirius, they use their special system for evaluating the elevation maps. So we cannot depend on AAI, which is for Galilei. We cannot depend on the Bellin-Ambrosio table, which we use for the Pentacam. And they don't have published normative data. They have their own normative data, but they did not publish it for some reasons. So for the elevation maps regarding the Sirius, I usually look at the Keratoconus screening. The Keratoconus screening display is very good in the Sirius. So I can have an idea about the posterior elevation maps, in addition to some other points like the red circle. Of course, I'm going to explain all of this in the video. So in the Sirius, you consider everything, what I said about the Pentacam, except the elevation maps. They have their own and special way. But alternatively, you can study the Keratoconus screening by looking at some parameters. Great. Thank you. twitter. Are I doing well? Thank you. Well, alleikum. What하고 cheese Development? Part 1. Do not remember. Dr. Zainer Thomas. If you remember. Of course. Dr. Zainer Thomas. Okay. 豪 talks about it very well. I am världing YouTube 시작 of YouTube before the year 2015. . هنا يعني مثل ما قلت حضرتك صار وقدمة يعني شوي وهيك بس اليوم حسيت أني فهمت أكتر يعني سبحان الله الحديث باللغة العربية رائع كمان وبيوصل المعلومة بطريقة حلوة كتير وحضرتك ما شاء الله مصطلحاتك حتى باللغة العربية بتنم على أنك شخص كتير ما شاء الله عندك باع طويل بهاللغة هاي كمان فبيلبق لك كتير تحكي معنا كمان بالمحاضرات باللغة العربية بتمنى أنه تتكرر كتير محاضراتك باللغة العربية من شان الجيل الجديد اللي طالع كمان توصل الفكرة بطريقة يعني أوضح شكراً لك كتير دكتور تسلم يا دكتورة زينة الله يزيكم الخير هذا شرف إلي وشكراً للكلمات اللطيفة لكن أنا بدي ركز على موضوع أنه لابد الجيل الجديد كمان يتقن اللغة الإنجليزية لأنه هي اللغة العالمية صحيحة لأنا باللغة الإنجليزية فهمت كل المعلومات بس ما بعرف اليوم حسيت أنه في أشياء فهمت أكتر يعني هيك هذا اللي صار يعني فالضروري طبعاً الطبيب يلم باللغتين وهيك بس إنه شي رائع كمان إنه نحكي بمصطلحات اللغة العربية إن شاء نشجعك إنه تعيد وتكرر هيك محاضرات بإذن الله إن شاء الله عافية دكتور عاليكم شكراً جزيلاً بعد إذن حضرتك هو بس كان الاتصال عندي كانت قطع في المنتصف فمع ذرة هل المحاضرة ديت هتشعبها على السنجاب أكاديمي؟ نعم إن شاء الله الأخوة في الأردن عملوا لها ريكوردينج وإن شاء الله لما يبعتوا للفيديو أنا هعملها أبلود على اليوتيوب إن شاء الله مشكورين طبعاً هني يعني يبذلوا جهد كبير والله وشركة نوفارتس والجميع الله يزيهم الخير دكتور مازن بتهيأ لي ما في أسألة ظل يمكن نعم طيب إلى هذا القدر دكتور رائد ممكن دكتور ممدوح عيسى تفضل تفضل دكتور أنا بدي أسلم بدي أسلم على أستاذ رائع دكتور مازن والله أعطيك العافية أنا صار عندي ودخلت الآن على الميتينج إن شاء الله بستطيع أخذ الريكوردينج تبعها أو إذا بتقول إنه في محاضرة تانية بتشرف إنه لازم نحضرها يعني شاكر جداً لكل جهودك دكتور مازن وبنتمنى لك دائماً تستمر في الروعة تبعك وتستمر في صحتك وعفيتك وبعطائك غير المنقطع الله يبارك فيك دكتور ممدوح ويبارك لنا بصحتك وعفيتك وبعمرك إن شاء الله الله يخليك طوّن عمرك أهلاً وسهلاً وإلك سلامات من طارق وبجيش بدناش ناخد وقت كتير شوف بابا تواصل أنا مع الدكتور رائد بشوف كيف ممكن إن صل على إن شاء الله شكراً كتير تصبح على خير وكل عام وأنتم بخير بيحلوا رمضان بعد يمين إن شاء الله إن شاء الله وأنتم بألف خير تماماً يعطيك العافية جميعاً بهذا القدر نكتفي اليوم إن شاء الله ولقاء ممتع آخر إن شاء الله مع الدكتور مازن والأساتذة الآخرين من كافة أرجاء الوطن العربي إن شاء الله كل الشكر إلى الدكتور مازن سنجابي أستاذ الدكتور مازن سنجابي أستاذ الجراحة الإنكسارية وكل الشكر لشركة نوفارتس الأردن للمجهود الرائع اللي بذلوه معنا في توفير البلاتفورم المنصة الإلكترونية الملائمة لمثل هذا الاجتماع كل الشكر للزملاء اللي شاركونا من كافة أنحاء الوطن العربي ومن إقليم كردستان أنا شفت كمان زملائنا ومن طبعاً جميع أنحاء الوطن العربي إن شاء الله لكم مني أنا الدكتور رائد شطناوي أستاذ طب العيون في الجامعة الهاشمية وفي مستشفى الأمير حمزة لكم مني كل الحب وكل التحية وكل الشكر وشكراً لكم جميعاً شكراً دكتور رائد شكراً لكل القائمين على المحاضرة وأيضاً شكراً لنوفارتس للجهد الكبير وأشكر كل من الحضر وبقي معنا للحظة الأخيرة ويعطيكم العافية وإلى لقاء آخر إن شاء الله يعطيكم العافية وإحنا منضم شكرنا لأشكركم لكل المحاضرين وللمحاضر القيم جداً دكتور مازين وللدكتور رائد للترتيب وللمودريشن ودائماً بصفكم إن شاء الله بصف العلم ويعطيكم ألف عافية شكراً لنجزم بأمان الله مع السلامة وللانتظر لتوفير شكراً للمشاهدة شكراً لنجزم شكراً لنجزم شكراً لنجزم